كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنح لاحتراف العملات الرقمية اقل من 4000 يورو انضم مجانا للمدربات المجانية على قناة التليجرام تقدر تحصل على اللينك الخاص بيها من الدسكريبشن وتنضم وتكون قريب مننا بشكل اسرع من قناة اليوتيوب والتحديثات اللي بتصدر بشكل يومي باكثر من كذا تحديث على القناة اما لو كان عندك خسارة في المحفظة الخاصة بيك وقيمتها اكبر من 6000 يورو او عملات بدون ما يكون عندك يو اس دي تي تقدر انك تحصل على رقم الهاتف الخاص بينا اللي موجود في الدسكريبشن وتتواصل عن طريق الواتس اب وتستفيد من الانضمام في ادارة المحافظة ال viip عن بعد بدون الوصول لرأس المالك او دون الوصول الى عملاتك او اي اكسز على اي منصة خاصة بيك وتقدر تستفيد بكافة المميزات والعملات الهمة والادارة المباشرة اللي بنتبعها معاك اول باول والنهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة شيقة لو سمحت زي ما تعودنا تيجيب كوباية القهوة وورقة وقلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفصل ورجعنا لكم من جديد عشان نشوف ايه اهم خمس عملات لازم تشتريهم دلوقتي مش بعدين هنشوفهم بالتفصيل ولو سمحت في نجان القهوة ورقة او قلم وتكتب معايا لو عايز تحقق خمسين في المية مكسب دلوقتي لأي محافظة من المحافظ وتسمعوا الكلام بالتفصيل زي ما هنقوله بالزبط من الالف الى الياء ده لكل المحافظ اللي ممكن تكون اقل مثلا لأربعة تلاف دولار لو محفظتك سبعة تلاف وكمسمية او ليه ما فوق وحتى لو عندك خسائر كمان وعندك المجمل بس يقفل الرقم ده نرجو انك تتواصل عن طريق الواتس وتقدر تعرف ايه النظام الجديد المتبع اللي تقدر من خلاله تحقق الخمسة اكس والعشرة اكس كل عشر تيام ويبقى عندك دخل ثابت وبأكد تاني يبقى عند حضرتك دخل ثابت كلام واضح تقدروا تاخدوا من الديسكريبشن الرقم الموجود وتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتس ونقدر نوضح لكم كل حاجة في مكالمة موضحة مطولة وتأكدوا ان كل سياستكم القديمة يتغيروها بعد ما تسمعوا كلام ما بيتقلش لا على يوتيوب ولا بيتقال في اي مكان تاني نكمل الحال الصورة اللي احنا حطناها في الفاصل دي صورة الالكتتاب اللي جاي بإذن الله يوم 21 بإذن الله في الشهر ديسمبر والالتفاع الخاص بهذا الالكتتاب يصل الى 100 اكس ده كان تنويه في الاول نيجي بقى نشوف السوق بتاعنا ايه اللي بيحصل فيه والدنيا رايحة فين مننا وايه اسباب النزول اللي احنا فيه ده وازاي نقدر نستثمره بشكل جيد هنقدر نعرف ان السوق عندنا فيه 15649 عملة التوتل اللي موجود النهاردة في التعاملات اليومية بـ 97 مليار 941 مليون 877 ألف دولار توتل اللي موجود في السوق بـ 2 تريليون 191 مليار 126 مليون 179 ألف دولار يعني حوالي احنا نازلين حوالي 100 مليار المية مليار دول نازلين من السوق نيجي نشوف حاجتين هنلاقي ان لازال البيتكوين التمسك بـ 41.6 وما ننساش ان احنا عندنا محافظ بردة ما عندناش خلفية عليها إلا من طرق معينة وبتقول ان الناس بتزيد التخزين حاليا من البيتكوين وان المعدنين ايضا مش عرضين اي طريقة للبيع حاليا لعملة البيتكوين اذا لازال هم شايفين ان السعر اللي موجود حاليا هو سعر غير عادل للبيع الاستفادة من مصارفهم اللي هم عملوهم يبقى احنا بنخزن يبقى ما نتوقعش ان احنا رايحين في بير ماركت زي ما الكلام الفاضي اللي بتقال في اماكن تانية الإيسيريام 21% ولازالت الزيادة في زيادة مرتفعة استعدادا للتغيير الخاص بالسيجنال وكل مرة اكد ان لازم يبقى معاك إيسيريام نبدأ فيه اهم عملات لازم تبقى معاك فورا 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 يعني تاني الحلقة وتخش الجبهة تمام من غير ما تفكر اول عملة عندنا وهي الهولو الهولو احنا اتكلمنا عليها كتير يا جماعة واكدنا ان العملة دي رائعة والعملة دي كانت دلوقتي عند سنت وستة من عشرة تمام وهي دلوقتي وصلة لتمانية سنت العملة دي فيها مكاسب رائعة وفيها مضاربات عالية المضاربات دي هتكون ما بين خطين مهمين وهو خط التمانية اللي احنا موجودين عليه والواحد تلاتة مش الواحد ستة يعني تقدر تاخد من التمانية هنا زيرو زيرو تمانية اوكي وبيعك هيكون عند زير واحد تلاتة النقطة دي مهمة جدا نرجع بشكل سريع لان احنا عندنا خمس عملات مش عايزين الحلقة تبقى طويلة عشان الناس اللي بتزق بسرعة اوكي فعايزين نقول لهم ان عندنا كان الول تايم هاي كان وصل لتلاتة سنت واحد من عشرة ده كان في شهر ابريل خمسة ابريل من تمن شهور فاتت وكان الول تايم لو كان سفرين اتنين وده كان من سنتين فاته طيب من سنتين فاته سفرين اتنين تمام واحد اتنين تلاتة انا اياسف تلت تصفار اتنين ده من سنتين فاته اكي واحد اتنين تلاتة دي بقى تلت تصفار اتنين وعندنا كنا زيرو تلاتة دول اهم رقمين موجودين عندنا العملة ليها مشروع قوي جدا واحنا اتكلمنا قبل كده عن هولو كتير اقتر من مرتين وبرجع تاني اعيد ولو انت بالنسبة لك مهتم تقدر انك تروح تطلع على الحلقة الخاصة بعملة هولو تمام حلقة كانت من فترة قريبة وكان فيها ارتفاعات جيدة جدا جدا نيجي للعملة التانية وهي هتكون عملة سي 98 السي 98 فيها اداء جيد جدا وفيها اداء وشغل عالي قوي تمام وعايز اقول اني تعالوا نبص كده بالراحة مع بعض على all time high وال time low تمام واحنا هنشوف ال all time high كان عند 6 دولار 42 سنت وده كان من 4 شهور فاتت 25 اغسطس الماضي وال all time low كان 24 كان من 5 شهور فاتت وكان عامل 74 سنت بالطبع ارتفاعات مهولة وسط ال 2680 في المية والعملة النهاردة واحنا بصينا عليها هي نزلة هبوط قوي جدا والهبوط ده جيد واقدر استثمره يعني هي كانت وصلة عند 2 بالزبط 3 دلوقتي واحنا بنتكلم هي دلوقتي وصلة عند 12 والعملة دي انا شايف ان فيها لعبة حلوة قوي 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 في الشغل وتقدر تحقق منه ارباح كويسة جدا جدا يبقى السي 98 لازم نحطها تحت عينينا ونخلي بالنا ان السي 98 لسه عند الترتيب ال 255 ولكن عملة مهمة لو انا عايز احقق ارباح جيدة بشكل جيد وشكل حلو تالت عملة معانا وانا واخدكم اواعي السريع عشان الناس ايه ما تقولش الحلقة طويلة ومش عايز افتح لكم الويب سايت طبعا انتم لازم تخشوا على الويب سايت وتتطلعوا عليه عملة هتعمل لكم يعني دهب وهي عملة الدنت ولازلت بأكد ان الدنت في مواقع سعرية جيدة للشراء وانك تقدر تحقق منها فلوس كبيرة عملة الدنت ولازلنا بنتكلم اني زمان لما كلمتكم قلت ان افضل منطقة سعرية للشراء هقولها لكم دلوقتي عشان تعرفوا تشتروا ازاي وتشتروا منين ولكن هنرجع نشوف اول حاجة الالتايم هاي كان للعملة كان ب11 سنت وده كان من اربع سنين فاتت عند 2018 والاول تايم لو كان من سنتين فاتت عند 13 مارس وكان 02347 تمام فادي السعر اللي موجود عندنا الخاص بالاول تايم لو وعندنا سعر الاول تايم هاي اللي هو عندنا 11 سنت العملة بقى دلوقتي افضل منطقة تخزن فيها دنت زي ما انت عايز قولناها قبل كده عند 022 وعند 0215 022 0215 طب هتقول لي يا دكتور دلوقتي وهي عند 023 تعمل فيها ايه لا اشتريها بالطبع لا تريدك ما تشتري دلوقتي ده انت هو ده اول بالك تاخده وتشتريه او بالك تدعيم لو انت عندك العملة تدعمها اوكي طيب لو نزلت ازود لو طلعت مبروك عليك المكسب انها ما تعودش جنبي تستنى عندي 002 وتقول لي استنى فتبص تلاقي السوق ضرب دلوقتي هوبها طلعت لك كسبتك 300 المية وانت قاعد ما عملتش لسه حاجة ولا اشتريت حاجة وهي عند 3 3 ده رقم رائع رقم رائع رقم تاني رائع يبقى انا كده كلمتوكو على الدنت والدنت كنت متكلم عليها قبل كده وبتكلم عليها تاني وبتكلم عليها تالت عندنا العملتين اللي بقيين يبقى احنا اتكلمنا اعادة تاني سي 98 تمام اتكلمنا على هولو اتكلمنا على دنت فاضل عملتين مهمين اول عملة منهم وانا متأكد اني لازم يكون عندكم منها هي عملة كين لازالت عملة كين تؤدي اداء حسن لازالت عملة كين من اهم العملات اللي فيها ارباح مهمة لازالت عملة كين بصفار كتير والله هي احسن مليون مرة من شيبة ومن الكلام الفاضي اللي بيتسمع عن عملات تانية ملهاش ايمة نرجع نشوف بكل هدوء الالتايم هاي والالتايم لو دول اول معلومتين مهمين لازم تشوفهم عن كل عملة يعني دي مش حاجة ستاندرد يعني مش حاجة لسه في ستاندرد تحطيه عندك لأ دي حاجة اجبارية لازم تخدش تشوف العملة دي كانت فين ومي ايه اتجاهاتها وهي بتعمل ايه اوكي فاحنا هنبص هنا على الالتايم هاي بتاعنا هنلاقي انه وصلنا عند 0214 الالتايم هاي 0214 وده كان في 2018 من 4 سنين فاتت اما الاول تايم لو فكان فيه 2020 من سنتين فاتت وكان 01234 اربعة تصفار او واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس تصفار اتنين تلاتة اوكي ده كده كان الاول تايم لو الخاص بالعملة كويس كده يبقى اول تايم هاي واول تايم لو جميل نيجي بقى هنا نشوف احنا عند اني مرحلة احنا عند واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة تصفار تمانية السعر ده سعره قوي جدا وسعر مغري جدا لشراء عملة الكين اللي هي لسه كانت عند تلاتة تصفار واحد خمسة وتلاتة تصفار واحد اربعة فيه سفر ضايع والسفر ضايع ده قريب هيكمل لان احنا داخلين نواع التسعة ده انا بتكلمكم ده وفيه ارتفاع تلاتة سبعة واربعين في المية اوكي يعني بقى لما نعمل منتاج ويطلع الفيديو وينزلكو القصة مختلفة تماما يا جماعة لازم العملة دي تكون موجودة في محفظتك ولو حتى بكمية بسيطة ما تسيبهاش انا بتكلم كل ده المحافظ بتلعب في حزبة الاربع تلاف دولار يعني عايزة تشكل محفظتها محفظتك في السبعة ونص انت تخش اكتبات وما تتعبش نفسك تخش اكتبات عشان تعمل انكم ليك ثابت كل عشر تيام على القل مش اسبوع عشان يبقى الشخص ملتزم بكلمة بيقولها فعلي ما بتقلش عن 1500 دولار فما تبعدش تلعب في الكلام الصغير وتسيب الحاجات الاساسية لانك رغل ربنا فاتحها عليكم معك رأس مال انما دي هنسيبها للمحافظ الصغيرة اللي عايزة تكبر بنحاول نعلمهم ونشرح لهم يعملوا ايه العملة الاخيرة اللي هنختم بيها حلقة النهاردة لان كوباية القهوة اللي معاكو واللي معايا قربت تخلص فهنقولها عملة ذات اهمية شديدة في موقع شراء مغري وهي عملة EFI EFI وصلت لاتنين سنت وهنشوف دلوقتي كان الالتايم بتاعها فين والالتايم هاي والالتايم لو وكان اروع مكان عند خط دعم مهم عند الاربعة وسبعين نفس كده لو تفتكروا الـ 98 اوكي برضو نفس المكان هناك كده هتلاقي العملة دي من قريبة جدا منها زي ما احنا هنشوف كده اولتايم لو انا يعني بصة هو اولتايم لو انا ما شفتهاش من ثلاث شهور بس انا عارفها ومتذكرها واحد وسبعين سنت الـ 74 بتاعتها والـ 75 والـ 77 ما انت ما تستناش بقى يعني منطقة الدعم يعني القوية وتروح دافل ساعتها لا انا اصطد من بدري يعني عشان ما يطرش مني الصيدة حلو كده فنقدر ناخدها ونظبط ان احنا ناخد بسعر كويس فنقدر ناخد حتى عند التمانين تمام عند التمانين طيب انا لو عايز بقى عايز اعمل حاجة عايز اشتري تمام اشتري ازاي وفين تمام اقولك تشتري ازاي وفين طب انا لما وصلش لنا اعمل يا دكتور لا الـ all time هاي بتاعتها كان عند الثلاثة سبعة وثلاثين سنت حلو كده ثلاثة سبعة وثلاثين سنت ثلاثة دلار سبعة وثلاثين سنت وده كان لسه اربعة وصص اللي فات حلو اوي طب نعمل ايه بقى اقولك نعمل ايه نيجي هنا ناخد كمية جيدة عند الواحد خمسة اوكي نزلت عند التمانين ادعم مش هبيع وجري نزلت عند السبعين ده لو جابتها اللي هي ما جابتهاش قبل كده خالص تمام ادعم يبقى انا عندي الثلاثة مناطق دعم منطقة شراء انا اياسف واحد خمسة منطقة دعم عندي في التمانين منطقة دعم كمان في السبعين هنا انا خزنت عملة الـ EIFI اروح طالع على اتنين دولار اتنين عشرين انا كده اكسبت لي يعني مبلغ منتكلم منموم في المية في المية من غير مفكر ولا اتعب دماغي ولا اي حاجة السوق يا جماعة سوق ايجابي محدش يروح يبيع فلوسه ويخسر ويبقى حرم عليه يا اما تبدل عملة بعملة وفي الحالة دي انت مخسرتش ما تقوليش انا طلعت ليه من العلم يعني اطلعت عملة وخسرها انت بروح فين لا وتبديلك يكون عن طريق استشاري حد بيفهمك تبدل ليه مش تبدل وخلاص انا زقت من عملة كذا اروح عطها في عملة كذا لا تلازم تبدل في عملة من عملة ضعيفة لعملة قوية العملة القوية دي هي اللي تاخدك وتطلع بيك بشكل جيد ولازم تعملها بشكل احترافي مش تعملها كده وخلاص طيب امتى ابقى خسران بجد لو طلعت من العملة وحطت يو اس دي تي هي دي الخسارة يعني اللي مفاش اي ادنى شاء انك كده خسارت خسارة فادحة او تقولي عايز اطلع من السوق يعني يا جاي انت لما السوق واعت ولا اطلع طب ما تطلع منه وانت كان السوق حلو ولا انت لما السوق كان حلو بالنسبة لك كان الدنيا جميلة ولما السوق واعت وقولك لا انا عايز اطلع طب ما انت بتطلع وانت خسران يعني كلام بديه يا جماعة مش محتاج ان احنا نعيد ونزيد في مرة تانية انا سعيد اني بتكلم معاكم بخصوص الخمس عملات دول فيهم ربحية رائعة عملتين هما بس اللي عليين السي 98 والإي اف آي ما حبيتش ابتدلكم بيهم بشكل كبير لكن كين هولو دنت من اهم ثلاث عملات لازم تحطهم في محفظتك عشان ربنا يكرمك باذن الله دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة